بمبلغ تجاوز المليونين ونصف المليون دينار بلغت قيمة التبرعات التي جمعها صندوق الزكاة لدعم الغارمات حيث أتت هذه المبادرة بتوجيهات ملكية تعزز التكافل بين أبناء الشعب الأردني أكيد أنت بتتكلم عن ربة أسرة تكون في السجون فهذه المبادرة مبادرة طيبة ويشكر على جهود جلالة الملك وعلى الحكومة والمؤسسات الأخرى لم أأخذ ليش مبادرتي من الأول نواب تسائل عن ماذا بعد سداد الديون وخروج هؤلاء الغارمات من السجون أليس الأجدر أن نجد طريقة جديدة لخلق أسر منتجة؟ هذه فوضى أنا باعتقادي لازم نحمي مواطننا والدستور بنستكفر الدولة الطمأنين للمواطنين فهل كفرت الدولة الطمأنين لمواطنين لبناتنا وعراضنا وخواتنا قطعا ما ضمنتها؟ بالنسبة لأخواتنا الغارمات يعني بعد الخروج يجب أن يوضح حد أول شيء لا يعود لمثل هذا الفعل وأن يوضح حد لهذه الشركات التي استغلت نسائنا بأمور بسيطة وهي عظيمة ووضعتهم في سجون يجب أن يوضح حد لهذه الشركات من قبل البنك المركزي الآن يجب أن تكون هناك ضوابط تنظيم هذا الأمر بحيث أن تكون مثل هذه القروض ضمن أسس مدروسة ودقيقة مئة بالمئة وأن لا تكون بهذه الكمية الهائلة من القروض والأعداد اقتراحات عديدة ومطالب عدة لإيجاد حلول تنهض بالأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها النسوة تحديدا ووضع شروط ليست بالتعجزية لمثل هذه القروض رامل عيسى الحقيقة الدولية